يمكن لازم الفيسبوك يعني احنا اكيد لازم يكون في عنا وعي انه ما يحطوش لايك بس كمان يمكن هذا اشي تقني بل كالناس يحطوا اشي تاني يعني يعني اشي تقني بس تعودنا عليه طريقة شوي ممكن تكون ميش بشبكة عنامنا نحكي شوي عن هذا الموضوع كيف احنا ممكن نواجهه يعني كيف احنا ممكن نطور انفسنا في هذا المجال يعني انت بتدرس بالجامعة يعني هل مثلا ممكن يكون انه مساق معين يتم تدريسه الناس بحيث انه يخلق هذا الوعي عند الناس انه يكون في عندها هذا الحس التقني يعني او كمان على مستوى الجهات الرسمية انه كمان كيف ممكن تدعم يعني مثل هذا التوجه زي ما اتفضلت وذكرت عن انه كيف بيكون في اولوية لدى الجهات الاسرائيلية بانها تدعم الشباب اليهودي وانهم يجوا يزور اسرائيل او انهم يكتب اي اشي لدعم اسرائيل هلا اكيد في دور للمؤسسات التعليمية انه لازم يكون هذا اشي اساسي موجود كل الكل يعرفوه حتى لو الشباب قدرين هم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الصحيح لانهم صغاروا لانهم عصروها و الاخرية بس مش شرط يقدروا يروجوا لايشي عليها مش شرط ان يكون عندهم القدرة الاعلامية انهم يوصلوا فكرة معينة هلا من ناحية الجهات الرسمية انا بحس انه هذا اشي كتير كتير مهم الاشياء بتصير في اسرائيل معظمها الحكومة الاسرائيلية هي تقودها من البداية واحنا قدرين على هذا الاشي بس لازم يكون في وعي اكتر للموضوع حتى بحكي على صعيد الناس المسؤولين في المجتمع الفلسطيني انه يكون حاسين انه اه انه هذا اشي مش مهم مش انه هذا مثلا اشي لشباب او انه هذا اشي لأولاد صغار هذا اشي بوصل فكرتنا للعالم احنا عنا مركز اعلامي حكومي تمام وبتصب فيه كل المعلومات اللي بتيجي من الوزارات طب انا بقدر انه اروج للسياحة بالفلسطين عندي معلومات من وزارة السياحة كتير كافية انا اروج للسياحة بالفلسطين انا بجيب معلومات من وزارة الاتصالات بروج لقطاع التكنولوجيا والاتصالات في فلسطين على سبيل المثال تمام هل تشعر انه تفاعل الناس كمان يعني على المواقع بساعد في اثارة مواضيع معينة ما تطرق لها يعني وسائل الاخبار التقليدية مثل ما ذكرت او حتى ممكن تفندها او تنفيها او تصحيحها طبعا يعني خلال الحرب الاخيرة يعني كتير منا كان يعتمد على الفيسبوك اكتر اشي في انه كمصدر للاخبار كتير اشياء كنا نشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا بحكي عن الاشياء الموثوقة مش انه ايشي ما كانت تيجي على التلفزيون اذا احنا منحكي على سعر وهذا كمان له عنان يعني كمان له ترتيب لانه زي ما يعني ذكرت انه احيان بتكون هذه المحطات لها اجندة ولها اولويات ولها سياسة معينة بينما صحافة من مواطن لمواطن هذه هي اكثر شفافية من قلب الحدث بس او بس كمان لازم يكون فيها يعني نوع من الحذر يعني مثل ما ذكرت احيان بتكون معلومات متسرعة يعني او يجب تأكد منها طبعا يعني حتى بتذكر لما قناة ان بي سي الاخبارية كانت المقدمة بتحكي لنشرة الاخبار وعم تحكي كان وراها صورة امرأة من غزة وضار مهدمة وعم تحكي انه هذا الاشي عم يصير في اسرائيل نعم نعم شاهدنا هذا الفيديو كمان يعني كانت هاي فضيحة اول ما طلعت طلعت عوسائل التواصل الاجتماعي ما شفت اي تلفزيون مثلا او وسيلة اعلامية تانية طرقت للموضوع وعشان هيك تاني يوم اعتزرت القناة وإلى آخره كان في كتير اشياء حتى احنا لما كنا بدنا نشوف فيديوهات معينة حتى تبعت مقاطعة البضاعة الاسرائيلية كلها بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي وليس على وسائل الإعلام التقليدية نعم وبالفعل هذا التطور اللي حدث هو اللي خلق انه بالنسبة للمواطن المعلومات أصبحت متاحة وانه بقدر يتأكد منها يعني بطل يعني انقضى هذا الزمن اللي هو بسيلة الإخبار الوحيدة اللي بتعطيك بالضبط ايش هي بدها او من وجهة نظرها وانما صار يعني هذا السورس يعني خلينا نحكي لهو مفتوح على يعني عدة نجالات أخيرا عناني إذا كان فيه توصيات يعني منقدر نحكيها يعني فيما يتعلق بتطوير استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي بحيث يعني انه نروج أكتر يعني بما انك انت كمان دارس موضوع الترويج الرقم نروج أكثر لعدالة القضية الفلسطينية وهي القضية الأعدل لكنها المحامي يمكن خلينا بناش نحكي الأفشل وانه قدراته ربما محدودة أنا دائما بحكي انه يعني كان كل اللي صار على وسائل التواصل الاجتماعي منيح بس كان لازم يكون فيه نوع من التماسك أو خلينا أحكي توافق ترابط بين الجهود الفلسطينية يعني كان فيه أكتر من إشي أكتر من حدا بشتغيل على حملة مقاطعة البضائع طب لا مالشتغيل نشتغل كلنا مع بعض نطلع بفكرة واحدة باسم واحد وهم بيجي برضى دور الجهات الرسمية لأنه هم قدرين انهم يقودوا هذا الإشي الإشي التاني اللي ممكن إحنا نسويه إنه أو الإشي المحتوى الرقمي العربي اللي موجود بالعربي وبالإنجليزي اللي بيخص القضية الفلسطينية كتير قليل وكتير ضعيف على الشبكة العنكبوتية كلها تمام؟ كتير أشياء لما ندور عليها باللغة الإنجليزية أو نكون بتدور على الإنترنت إشي بيخص إشي أجنبي أو إشي بخص إسرائيل منلاقي كتير معلومات أكتر ما إشي بخص فلسطيني عشان هيك هدها ممكن شوفوا إحنا إشي مش مهمة تمام؟ بس هولأ الناس هلأ بتعتمد على محركات البحث عشان تلاقي معلوماتها فلما حدا بدو يدور يعني إحنا منقول طبعا كلنا من يعرف القدس عصمتنا تمام؟ بس إذا حدا قاعد في فرنسا على سبيل المثال ودور على محركات البحث هاي عن القدس أشك إنه يطلع له معلومات هالقد قيمة عن بتربط بين القدس وبين فلسطين مش القدس وإسرائيل تمام؟ تمام؟ وهذه مشكلة أكيد أكيد مش سهل حلها يعني نعم أكيد يعني شكرا كثير على كل هاي المعلومات اللي تفضلت فيها بالفعل يعني مستفدنا منها شكرا لوجودك معنا عنان أبو رميلة المختص في تسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي شكرا لك والأستاذ في جامعة بيرزيس مشاهدينا بهاي الفقرة ما نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم أكيد أنا بحب أشكر كل الضيوف اللي رافقونا وبنقلكم تحيات فريق العمل وتحياتي أنا أتمنى لكم نهار سعيد ونهاية أسبوع جميلة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر